في سياق آخر أعلن البنك الدولي أنه سيقدم 195.84 مليون دولار بحلول الأسبوع القادم لـ 64 دولة بين الأكثر فقرا في العالم لمساعدتها في تصديل جائحة كورونا وستأتي هذه الأموال من برنامج التمويل الطارئ لمكافحة الأوبئة الذي أطلقه البنك الدولي بعد تفشي مرض إيبولا في 2013-2016 في سيراليون وغينيا وليبيريا والذي قتل ما لا يقل عن 11.300 شخص لتمويلها الدول الفقيرة التي تأثرت بالمرض المذكور وضف البنك الدولي في بيان اللهوى اليوم أن حزم التمويل ستتراوح من مليون إلى 15 مليون دولار لكل دولة ستجري إعطاء الأولوية للدول المنصفة على أنها ضعيفة أو تعاني من صراعات